أولى ضحايا المعارك حول العاصمة الأوكرانية كييف قبل أسابيع كانت تصل إلى هذا المستشفى وغيره من مرافق الرعاية الصحية في مدينة كييف هنا برزت مواقف وتضحيات كبيرة كان بعض أبطالها أطباء أوكرانيون من أصول عربية وعلى هذا تشهد إدارات المستشفيات لا أبلغ إذا قلت إن بعض الأطباء العربي وصلوا قبل غيرهم إلى المستشفيات عندما كانت فكرة النزوح تراود أطباء آخرين وهذا الموقف يستحق فعلا كل التقدير معالجة المصابين ومتابعة أحوالهم بين غرف المشاف والعيادات ليست السبب الوحيد الذي دفع بعض الأطباء العربي للبقاء بل إن لدى بعضهم أسباب أخرى تستحضر نظرتهم إلى أوكرانيا وواقع الدول التي جاءوا منها وممكن لما كنا عايشين في فلسطين كنا صغار يعني ما كنا نفهم النضال وشو مدهر نسوي لدولتنا فلسطين من أجل تحريرها وبالتالي عندنا الفرصة هنا إن دولتنا برضو أوكرانيا شخصيا أنا ما بقدر أعيش بدون أوكرانيا لأن أنا شايف أن أنا مواطن أوكراني وعملي في أوكرانيا أوكرانيا قدمت لكتير وبالتالي حتى موضوع أن نخرج من البلد من أوكرانيا صعب جدا جدا يعني ما كانش حتى ورد في الحسبان عندي لم يكن الأطباء العرب وحيدين في مواقفهم بل كانت لأسر بعضهم مواقف دعم لا تقل أهمية وهكذا دخلوا جميعا خنادق العمل الإنساني كان قرار منذ الساعة الأولى أنه عدم مغادرة المستشفى وظلنا هنا حتى يعني لآخر اللحظة حوالي خمسين يوم أنا وعائلتي كاملة كان هنا نحن كنا بالعمليات نروح نطلع من العمليات وزوجتي والبنت كانوا مثلا يعملوا الضمضات ويحضروا أكل يساعدوا في تقريبا أعمال تطوعية في المستشفى ومنها أنه كنا هادئين أنه في كلنا مع بعض أمام وخلف عدسات الكاميرا لقاءات ود وعرفان واستشارة مستمرة تجمع جنودا ومدنيين أوكرانيين مع أطباء عرب عالجوهم فكانوا سببا في إنقاذهم والتخفيف عنهم خلال المعارك وبعدها جبهة الرعاية الصحية في أوكرانيا لا تقل أهمية عن جبهات القتال والإغاثة وللأطباء العرب فيها مواقع ومساهمات لإنقاذ الأرواح وعلاج المصابين صفوانجولاق تيارتي عربي